مسألة تقوم وزارة الزراعة أو المصرف الزراعي بتوزيع سلف للمزارعين يمكنه بدعم غرض منه دعم القطاع الزراعي البعض من المزارعين لمن يترك الزراعة ويتجه إلى مجالات الحياة الأخرى يحاول بعض الأحيان وللأسف استلام هذا القرض الزراعي اللي هو مخصص من الجهة المانحة سواء كانت وزارة الزراعة أو المصرف الزراعي يخصص إليه لعنوان دعم وتنشيط الزراعة يأخذها ويصرفها في مجالات أخرى كترميم كور أو فتح محلات طبعاً أولاً الحكم الشرعي ما بيجواز السبب الأول أنه الكذب هو قاع يكذب هم يقولون دعم الزراعة وهو هم يقولون هم قاع آخذ لدعم الزراعة وهو لدعم مجالات أخرى هذا الكذب وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنوا كما لا ترخيص في صرف المال هذا المال لدعم القطاع وتنشيط القطاع الزراعي لا ترخيص في صرف هذا المال في غير المصرف المشروط من ألقى أي شرط هذا المصرف المشروط يشرط الجهة المانحة هي تعمل هذه الجهة المانحة وفق التعليمات والضوابط القانونية شو تقول تعمل مزارع حتى شنو تنشيط القطاع الزراعي وهم يرخصون في شنو صرف هذا المال في غير المصرف المشروط بالتالي طالما هاكو ترخيص من الجهة المانحة اللي كانت تعمل وفق ضوابط قانونية وفيه كذب بالتالي لا يجب تخذ هذا الارض تعمل وتنشيط القطاع الزراعي إذا كان ممن ترك المزارع ممن ترك الزراعة فاتجه إثام التالي أخرى ترجمة نانسي قنقر